السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حاليا درسنا بده يكون عن انكسار اشعة الضوء بدروس سابقه اتعرفنا على الامواجر الاكترومغناطسيه اتعرفنا على المصدر الرئيس الامواجر الاكترومغناطسيه اتعرفنا على ظاهره انعكاس الضوء وحاليا الموضوع لدينا انكسار اشعة الضوء فاحنا لما نقول انكسار حتى في الحياه اليوميه هو في تغيير اتجاه نغير وجهه النظر لما انا بكسر اشي معين انا بغير وجهه النظر المولود فمشان نشوف الاشياء نشوف اللي فان اول يعني قاعدة اساسيه في دراسة العلوم ومش بس العلوم كل موضوع انه نفهم المفاهيم الاساسيه الموجوده لكل موضوع موضوع المفهوم الاساسي الموجود حاليا هو انكسار اشعة الضوء في الدراس السابق كان ايش انعكاس اشعة الضوء وقلنا انعكاس ماله برجع خطوه بدي ينعكس ويرجع اما حاليا انكسار ماله بده ينكسر ويكمل فالاشياء الموجود عندنا حاليا يقول انكسر حصلنا على قسمين باتجاهين مختلفين يعني اذا في عنده حاليا سهم موجود عندي هون كسرنا احنا من النص من النص من الطرف مش مهم كثير فعنا غير كان اتجاه الاصلي اللي هو موازل اللي كان وهذا اتجاه تغير اتجاه ايش القسم اللي انكسر هاي اللي مشوف احنا مثلا اذا حطينا قلم بكوب مية احنا مشوف فجأة انه سطح المية وين سطح المية موجود انك في تغيير باتجاه القلم اللي شايفينه وتجربة بسيطة جدا كل واحد ياخد كاس مية من كاسات البلاسك الموجودة يحط نص صوت الارباحها مية يحط في قلم يحط في اي جهاز الدقياء فبيشوف انه بالنقطه الموجودة هين هي سطح المية في عنده هين انكسار تغيير بالاتجاه ها كان الاتجاه في البداية هذا اتجاهه داخل الماء واتجاهه خارج الماء في الرسم الموجود عندنا حاليا شفية احنا في عندنا شعاء ضوء اللي سقط احنا تعلمنا عن اشعة الصابطة بالدرس السابق بالنكاس قلنا في عندنا اشعة الصابطة انه كمان حاليا هنا الشعاء الصابط وعندنا ايش في عندنا حاليا الشعاء اللي انكسر وهاي ايش هي نقطة السقوط او نقطة الانكسار فهذا الشعاء الصابط ها شعاء منكسر فيما لو انه كمل الشعاء الصاقط بنفس الاتجاه فابده يكون هذه الحركة تعطي ولكن شو شايفيه احنا انحرف عن اتجاه اللي كان فيه يعني مشان نشوف اشياء اكثر بالامور هاي بنوخض اي جسل موجود عندي بنحطه قدام اشعات ليزر اذا يشوف حطينا حاليا التجذب اللي عندي هون ها شايفين انه شاطل الصدم باللوحة تعال الجسم اللي عندي هون وكمل وقت مستقيم اذا منغير الزاوية اللي سقط فيها فغير اتجاه اتجاه بالاول كان بالصورة هاي حاليا لما عندي اتغير الزاو بتغير محا فعنا تغيير اتجاه موجود ممكن نشوف الاشياء اكثر احنا اذا منحط كلات بحزم اللي عندي وناخد ناخد شوية جسم اللي شوية اتخن بالاشياء هاي وبنعكس شوية فمنشوف انه ايش انه الاشياء بتنعكس بتنقسر باشياء بطرق بالتجاهات الثاني غير اللي كانت واذا منحط اللي قدامنا هاي اللي عندي هون وتكون واضح اكثر وشايفين الطراف اللي عندي اللي بالنص كمل دغري وانما هذا اللي عندهم ما له اجل هاي الناحة وهذا ما له اجل هاي الناحة فكله بتجمع بالنقطة موجودة عنده حاليا هنا بنرجع بكوك كمان شوية مشو بالاشياء هاي احنا فعنا الانكسار هو تغيير تجاه انكسار اشعة الضوء يعني الضوء كان ماشي بسطورة هاي وفاجأ ماله بنعكس بنكسر اللي بنعكس برج على هاي الناحة فمش هنشوف شوي اكثر الامور هاي فعنا قانون انكسار اشعة الضوء يعني شو القانون بقلنا هون عنا شعاء ساقط شيك وعنا شعاء منكسر قيل انكسر عنا العمود المقام على نقطة السقوط هاي زاو تسعين درجة في عندي وسط اول وعندي وسط ثاني يعني السقوط بكون الانكسار بكون وينتها لما الضوء بدي ينتقل من وسط الى اخر اذا بنتقل من وسط الى وسط في اختلاف بالواسط الموجودة فبحدث عندي ايش انكسار لاشعة الضوء يعني بالتجربة الموجودة عنده حاليا هون الضوء وين كان ماشي حاليا الضوء وين ماشي بالفراغ البانكس ماشي بالهواء المادة هاي مادة بلاستيكية تقريبا زي الزجاج انتقل في عندي مادة هوا في عندي مادة هون وحاليا في عندي مرة ثاني عندي بسطورة هاي فشايفين الاشي الموجود عندنا انه انتقل من وسط وسط هوا الى مادة بلاستيكية الى وسط هوا فعنده شافين انه حدث في عندي انكسار ولكن الانكسار ما حدثش هو داخل ليه لانه هو داخل دخل بزاو معامل للسطح المستوى فما شو زاو السقوط اذا كان الشواء سقط بالاتجاه اللي عندي هون فشو زاو السقوط ثاو سفر وعنده شو زاو انكسار كمان سفر يعني بالمرحل الموجودة عندي حاليا في المنطقة اللي هون فات عمودة وطلع عمودة فات زاو السقوط ثاو سفر وعنده زاو انكسار بساو سفر وين الانكسار صار لما اطلع بالناحية هاي اللي هون انه لما بطلع من السطح اللي هون من البلاستيك للهواء فشافين انحرف في حين انه هذا الشعاي اللي بالنص ما له طلع هنا نعرف عن نصف قطر ما له نصف قطر الدائرة عمودة على المماس فيها فهي نزل عمودة فانا عندي المماس بدي يكون موازلة سقطها لهون معاته زاو السقوط سفر عندها بطلع سفر فعنده كسار واحد اثنين ثلاثة اربعة اللي بالنصف ما فيش انكسار فبكمل دول وين بلتقوا بالنقطه هون كمان شوية مشوف الاشياء فوين تبقصير عندي الانكسار لما يحدد انكسار شوفيتها عند انتقال اشعة الضوء من وسط الى اخر انتقال من وسط الى اخر يسبب ايش انكسارا الى اشعة الضوء وهم يسمي ايش قانون انكسار اشعة الضوء يعني لما في عند انتقال من وسط الى اخر يعني من الهواء للماء او من الماء للزجاج او اشياء مختلفة موجودة عندنا فراح نشوف امثالها كمان شوي احنا في الاطار اللي هون فاكثر واحد اشتغل بالامور هاي وبحثها مليه هو كان عالم اللي اسمه سنيل اللي اجرى ابحاث عديدة وشاف انه في علاقة بين زاوة السقوط وبين زاوة الانكسار تشوف انه في عند ايش بين زاوة السقوط وبين زاوة الانكسار فاحنا شايفين عنده حاليا هنا عندي الوسط الاول الى معامل انكسار وهي مهم جدا تقولنا من اشياء المهم جدا نتعرف على المفاهيم الاساسيه الموجوده قلنا انكسار شمعت انكسار تغيير اتجاه عنا معامل انكسار شو معامل انكسار بعطينا معامل انكسار لالضوء بقلنا ايش بعبر معامل انكسار عن النسبة عن النسبة بين ايش النسبة بين ايش سرعة الضور والفراغ وبين Але في الوسط يعني معامل انكسار الي هو ان بعبر عن ايش بعبر عن معامل انكسار الضوء بعبر عن النسبة الموجوده بين على ضوء في الفراغ قد يصعد الضوء بالفراغ قد يصعد الضوء بالفراغ صار الضوء بالفراغ اللي مستمع عادة انطيع حرف سي تسويش ثلاثمائة الف صار الضوء بالفراغ اللي هي تساوي ثلاثمائة الف كيلو متر كل ثاني فانا يعني هاي السرعة مالها رهيبة جدا وعننا منافع واحد من قواعد النظرية النسبية الخاصة بقولنا انه سرعة الضوء بالفراغ اكبر سرعة موجودة في الكون يعني مفيش حاليا بالظروف الموجودة ومدى العلم يتوصل له انه مش ممكن فيش عند اجسام اللي بتحرك بسرعة اكبر من سرعة الضوء بالفراغ وعنده بتكون معامل انكسار ايش اكبر من واحد لانه احنا عنده هون حاليا شو سرعة الضوء بالفراغ وبين سرعة وين في الوسط فالنسبة بيناتهم بتكون تنطيني معامل الانكسار مثلا معامل الانكسار ل البلاستيك الموجود عنده تقريبا واحد ونص معامل الانكسار له الماء هو تقريبا اربعة ثلاث واحد فاصل ثلاث ثلاث وهكذا كل المادة الا معامل الانكسار خاص بها فمن هون شايفين احنا انه عنا بالطريقة هاي فاسنيل لاغ سوي تجربة ولا راحين سوي كمان شوي وشاف العلاقه بين زاويت السقوط هي عنده زاويته الموجوده هون وبين زاويته انكسار لما هي ان عنده معامل انكسار ن واحد وهنا معامل انكسار ايش ان اثنين لما معامل انكسار ان واحد ومعامل انكسر من اثنين طلب طلب حاليا انت شوف انتو اذا كان ان واحد تساوي ان اثنين معنى في واحد تساوي في اثنين معنى تزاوت السقوط تساوت زاوت هاي يعني اذا جسم ماد من وسط واحد وانت بصير انكسار اذا فيه تغيير بالسرعة اذا سرعة الضوء بالوسط تغيرك كل ما كان فيه تغيير بالسرعة هاي فعندي معنى بكون عندي فيه الامور هاي فعنى مش انلخص النقطة هاي قلنا انكسره مفهومه ايش غير اتجاهه كسرناه ما تقسم كان ماشي بالتجاه لهون ولما انكسر حرف وراح للناحية الثانية والنقطة الثانية بدنا اياها نتعرف عليها ايش هي معامل الانكسار معامل الانكسار اللي هو ان عادة بنرمز بحرف ان وبعبر ايش معامل الانكسار عن نسبة سرعة الضوء بالفعل الفراغ وبين السرعة ون فلوسط اللي بدينا نفهم وهنا ليشو وحدات تاعت ان إن معامل الانكسار ون وأعبر عن ايش ايش النسبة بين السرعة الضوء بالفراغ لبين سرعة الضوء في الوسط ما قدrew نسبة بين السرعة وبين السرعة الوحداتiment التختصر مع بعض البعض معناته ان ملوش وحدات ان ملوش وحدات واحنا شايفين ان موالو هو النسبه بين سرعه لسرعه فمنطينا الاشياء الموجودة عندنا حاليا فحاليا ممكن احنا انساوا التجربه بس خلي قبل ما نساوا التجربه هاي نشوف الاشي الموجود عندنا مشان نفهم الاشياء اكثر احنا اذا بنوخد نحط الاشياء هاي في شكل منشور عندي هنا او ناخد او طيب احنا من نفكر نساوا التجربه معناته بكون افضل حاليا ان في انه تجربه يكون من عندنا قرص اللي بندوره بشكل حر امدرج فعلي درجات عندنا مدرج منه لحديث تسعين كمان مرة وكمان مرة يعني عندنا دائرة كم درجة في عندنا بالدائرة ما هي התחלה אוקיי امكان تالي لسيمتها لسا ديرت زي مكا خا سا ديرت اوكي فعنا التجربه الموجوده حاليا عندنا تجربه نوعا ما بسيطه موجوده من معظم المدارس بصور سهل جدا نسويها فيش فيها اشكالات كثيره في عندنا جهاز اللي بيطلع شو عال ليزر ماشي بمشي هين عندي مر بالهواء بيجي على مركز الدائرة الموجودة عندي هون ماشي وبعدها بده يكمل واحنا شايفين حاليا بالصورة اللي عندي هنا انه سقط عمودي وقلنا دا سقط عمودي زاو سقوط ما لها تسعى و سفر فمار نمشي بنصف القطر عندي هنا وطلع عمودي بالناحية الثانية فمعناته زاوة السقوط اللي عندي هنا يعني محفوظ يكون انكسار مرتين عندي مفروض نكون انكسار عندي بالدخول تاعب هاي المنطقة اللي هون لان انتقل من الهواء الى البلاستيك الموجود ومن هاي انتقل لخارجها فعن دخولها كان بزاوة قائمة معناه زاوة سقوط تسعى و سفر اذا زاوة سقوط سفر مع زاوة انكسار سفر معت ما كانش انكسار هنا حاليا ايش كمان لما وصل لحديث هون هو وصل مع نصف القطر ونصف القطر اتعلم هندسه بكون ايش معامد للمماس مع كمان زاوة سقوط سفر هنا معتوا هين كمان بنكسرش فمعناك في عندي هنا نقطين مهمات جدا اللي بقول ليش زاوة سقوط وزاوة تاعي هاي فالدخول ما فيش انكسار وكمان الخروج اللي عندي هنا ما فيش انكسار مشان نفهم اكثر الامور هاي وشوي نستقول شو شكل هاي اللي شايفينه انت عنده كوري شو شكلها شو شكلها لا 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 مش نصف دائرة هاي نصف اسطوانة لانه اذا بكملها فيها سمك هون السمك اللي عندي هون بعطينا هاي شكلها اسطواني ماشي تماما هاي شو شكل هاي اللي عندي عندي هون متوازن مستطيلها ماشي وهكذا فعنا التجربة الموجودة حاليا عندي هون اللي فيه اخذنا نصف اسطواني مشانيش لما تضوء اللي طاله من هون ما ينكسرش ينكسر وينتا بس بالدخول اذا انا بساوي بالصورة هاي طالع شو بصير فانا كل ما غيرت طالع كيف ماشي هاي بمشي هون هنا ولكن هون انكسر بالداخل بس اللي طالع برا ما لقم ما انكسرش اذا بكمل كمان بشوف الاشيه طالع كيف هاي ماشي اذا بدي يكمل دخول بكمل الصورة هاي هاي اتجاه اذا بدي بذوب انكسر ولكن طالع وين الشاعر هو أنا موجود عندي موجود فيه حاليا احنا راح نساوي استراحه تقريبا عشر دقائق شويه نفهم الماده اكثر موجود عندنا وبعد الصراحه ان شاء الله نساوي التجربه ونفهمها ونشوف شو لابعد تاعتها اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالحلقه الثاني من الانكسار انكسار الضوء مش انكسار اشي ثاني ممكن انكسار الشر انكسار ولكن نحكي هنا انكسار اشعة الضوء اللي هي ظاهرة طبيعيه رائع جدا مهم جدا ولها ابعاد عديد جدا في العلوم في الاشياء الضوئيه في كل ما بتعلق في البصريات الهندسيه وغير الهندسيه فعنا احنا بنحكي عن انكسار الضوء واحنا حاليا صدد ان نساوي التجربه اللي قلنا احنا اتعرفنا على الجهاز الموجود عندي حاليا قدامنا هنا وشفنا انه اذا بناخذ شعى الضوء بنوجهه قلنا قبل من اطلع الاستراحه اذا وجهناه فبكون زاوي السقوط عنا التجارب اللي بتعلق كل التجارب مفروض احنا نبدأ الجهد مشان ايش نخليها نفحص الاشياء يكون دقيقه جدا يعني ايدها مش مركز المليح كده النتائج ستكون مليح عنا فلناخذ عنا قلنا زاوي السقوط يساوي هنا حاليا سفر وكمان هنا سفر عنا هنا واحنا شايفين عنا في الجدول اللي عنا شايفين سفر يساوي سفر عنا هنا عنا سفر يساوي سفر عنا زاوت السقوط سمناها ثيتا واحد زاوت انكسار سمناها ثيتا اثنين ماشي فثيتا حرف يوناني اللي بعرفوش عنا الفا بيتا قاما دلتا وعنا كمان ثيتا اللي اللي بنكتب الصورة هاي دائرة ها من سمناها ثيتا ثيتا واحد وعنا ثيتا اثنين فعنا ها بكون عنا هنا فاذا اجينا حطينا زاوت السقوط مثلا عندنا عشر درجات اذا ركزتنا عشر درجات هاي زاوت السقوط عشرة شايفين عندي هنا عشرة فقد زاوت الانكسار عندي هنا عندي خمسة وعندي ستة قديش انكتبت عندي هنا عندي سبعة تقريبا ضمن اطار عدم الدقة بالقياس اذا من دقيق مية في المية فانا هنا تقريبا ستة وشحتة صغيرة فاخدنا هنا انا لما سويتها طلع عندي سبعة هون عندي ايش ستة فعنا في الجدول عنا زاوت السقوط عشرة وعنا زاوت الانكسار قديش السبعة احنا نمحكي السقوط هاي هوه هنا للي بلاسك قلنا هو طالع من هاي الناحه بنكسلش ليش اخترنا الشكل هو نص اسطوانه لانه الضوهو طالع من هاي الناحه بطلع معامد للمماس اذا كان معامد للمماس ما زاوت السقوط سفر وعندي زاوت انكسار سفر اما هو داخل عندي هنا هو بطل معامد بس معامد لما كان سفر كان معامد اذا نوخد الدرجه الثانيه عشرين درجه اذا نوخد عشرين ايه عندي عشرين تقريبا عندي هنا فانا شايف عندي هان قديش عاندي 10 ثلاتاش اذا نشايفين هاي عندي عشرة وعندي كمان 11 ثلاتاش فعندي ثلاتاش فعندي اشرين ثلاتاهم ليه نفس القياس الاولان يعني دايما نحنا عندنا ننتبه انه في لما منقيس مستحيل نقيس احنا مية في المية احنا مستحيل نقيس مية في المية احنا منقيس منحاول نقرب منحاول اكثر ممكن ندقيق بالامور هاي ولكن قياس مطلق مية في المية ما فيش على شيء بالحساب بفرق بين حساب وبين قياس منقيس في عندما عدم دقة بالقياس واذا انا عندي الزاوية ثلاثين فعندي تقريبا تسعة وعشرين ايه تسعطاش عندي اذا هاي ثلاثين هاي شايفة تسعطاش انا عندي هنا قديش الثلاثين مش موجود اربعين فناخد الدرجة اربعين اربعين عندي اربع وثلاثين درجة قديش انا عندي هنا عندي ست وعشرين فعندي هنا اربعين عندي خمس وعشرين حسب الجدول اللي سويته في البيت عندي الى الزاوية بتكون ستين طلع قديش صارت اذا طلع كيف هاي هون الشعاء الساقط وهي الشعاء المنكسر شو بقدش الزاوية لبناتهم في زاوية كبيرة موجود بناتهم اذا الزاوية خمسين قديش عندي هنا عندي ثلاثين بدي يكون موجود عندي هنا عندي الزاوية ستين عندي اربعة ثلاثين ليش اربعة ثلاثين في عندي هذه الزاوية خمسين هنا ستين هاي زاوية ستين ستين فعندي الاربعة ثلاثين موجودة وإذا الزاوية ثمانين اذا الزاوي ثمانين عنده هين خفيف مبين ها عنده هنا شوي خفيف هنا مبين شايفين الضوء ها عنده هنا تقريبا اربعين درجة خفيف عنده هنا عنده خفيف فعنده اذا ثمانين بيكون اربعين درجة فالجدوى اللي موجودة انه حاليا من القياسات اللي سويناها في عندي ايش عندي لما كان قلنا زاوت سقوط سفر زاوت انكسار سفر عشرة سبعة عشرين ثلاثتاش اربعين خمشة عشرين ستين اربعين ثمانين اربعين يعني تقريبا صار النص هنا واحنا شو سوينا قسنا زاوت السقوط قسنا زاوت الانكسار كده لزاوت السقوط فلما رسمنا خض الاشياء هاي خضناها على جدوى الاكسل تعرف انتو حاسو مش هيك تعلمتو الاكسل فنقل نرسم الاشياء بالاكسل في الجدول البياني الالكتروني ماشي شو رسمنا هنا عندنا زاوت السقوط كده لزاوت الانكسار هاي زاوت الانكسار عندنا هنا كده لزاوت السقوط احنا رسمنا زاوت الانكسار كده لزاوت السقوط واحنا شايفين انه انه لما كان عشر حاطين الجدول اللي عندي شيك وطلع تقريبا خط مستقيم بطلع هو هو مش خط مستقيم 100% اذا باجي بطلع بشوف انا هو مش خط مستقيم 100% في ميلان شويه هنا ماشي اذا بدي يطلع الاشي 100% صحيح فالاشي اللي سواه ثنين مشان نطلع الخط مستقيم فمنوخط اشي نسميه السينوس تعال الزاوية سينوس تعال الزاوية نسميناها ثيتا وثيتا شو نسميناها احنا ثيتا ثنين سينوس الزاوية ثيتا ثنين وهنا نقصهم سينوس الزاوية ثيتا واحد اللي من كبراء شو طبعا السينوس سينوس هو نسبه مثلثيه اللي بتعبرنا عن النسبه بين طول ضلع المقابل الزاوية للوطر واللي بتعلم برياضيات اكيد صاب تاسع اكيد تعلمته اذا لا راح نتعلموا الاشياء هاي اذا بنرسم السينوس كده للسينوس بطلعنا خط مستقيم اللي الميل تاعه بعطينا ايش بنطينا واحد على معامل انكسار فاذا بنوخذ عندنا مثلا حاليا اللي عندي هون عندي ثلاثين ماشي سينوس تاع ثلاثين هو نص سينوس تاع ثلاثين نص على سينوس تاع ثلاثين نص وعنده هنا خمسين السينوس تاع الخمسين تقريبا ثمان عشر تقريبا ثمان عشر فعنده خمس عشر بده يكون خمس عشر النصي خمس عشر يعني بده يكون معامل انكسار شو بليش ساوي مقلوب واحد ثمان عشر على ثلاثين خمس عشر واذا منقسم ثمن عشر على هو اقل من السينوس تاع الخمسين يعني هون بيطين بدي يكون ثمن عشر على خمس عشر تقريبا تقريبا من طين واحد ونص تقريبا واحد نص لانه اذا كان خمس عشر بين طين واحد ونص فعندي تقريبا الاشياء بالتقريب حسب الاشياء الموجودة عندي هنا فاذا نوقع من ساوي التجربه هاي احنا بالشكل الحالي منقيس زاوت الانكسار منقيس زاوت السقوط في وبطلع عند الاشياء التجربه القسم الثاني اللي بدي يا انتو تسوي في البيت او في المدرسه لما ترجع على المدرسه ان شاء الله وهي موجودة العده هناك نيجي نساوي الاشي تجربه الصوره هاي يعني حاليا كيف بسويهت انا من هاي الناحه بدو كون زاوت الدخول زاوت سقوط سفر الانكسار بالحالي هون وين تن انكسار بدو كون الناحه الثاني يعني الموجود عندنا حاليا انتو تجربه الاولى سويتها لما كان من هاي الناحه من هون كان ايش كان من الهواء الى البلاستيك لما ببرمها بالصوره هاي انا لانه فش انكسار بالدخول وين انكسار لما بطلع هو للدخول من الهواء للبلاستيك ولكن دائما هي بدو كون عمودة على المماز دائما عمودة على المماز ماشي فش بظل عندي هون انا بس ايش عندي اللي بينكسره طالع يعني من البلاستيك للهواء واذا نتطلع احنا نشوف انه اذا طلع كده طلع الزاوي هون هاي زاوت سقوط ثلاثين قد يزاوت الانكسار عندنا تقريبا ستة واربعين واذا منكبر زاوت السقوط اكثر طلع شو صار وطلع عندي بمشي مشي 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 اوبا اختفت وبالعكس شو صار عندي هنا طلع بصوره هاي يعني عندي انا الزاوية لما واحد واربعين او اثنين واربعين ما فيش عندك صار اكثر يعني شو صار عندي هنا صار المكاس فهي ضاهم نسميه المكاس الكلي وينتا بتكون لما تضوء بطلع منين من الماء من وسط من البلاستيك للهواء البلاستيك كثافته اكبر من كثافة الهواء فصار عندي هنا شو نسميه هاي الضايرة الضايرة العكاس كله طلع في الانكاس الكلي اربعين اربعين خمسين خمسين ستين ستين اذا ما قلنا تعلمنا عن الانكاس مظبوط فتعلمنا عن الانكاس انه ايه انه زاوت السقوط وزاوت العكاس فهم تنطبق حاليا بعد الزاوية الاربعين تنطبق على ايش قانون الانعكاس فهم نسميه احنا الانعكاس الكلي لانعكاس الكلي بعطينا والزاوية الواحد واربعين اللي عندي هون اللي هي بتحدد لحد الفاصل هي نسميه الزاوية الحرجة يعني اذا انا بتطلع على السطح اللي عنده هون بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة انا بشوف يلمع قدام بشوف زي الامرأة بكون السطح اللي هون قدامي انا اذا بتطلع على نسطورها هاي انا بشوفه بصير يلمع زي الامرأة اما توقع فمشان نشوف الاشياء اللي هون فينا خاليا مثلا كمان اللي اثبت برهنها علميا هو ابن الهيثم هو برهن قنو سنيل وشو برهن انه مشان نفهم الشو التجربة اللي عندي هون الشو الفكرة اللي هون اذا نتصور خلينا اخذ المثال انك انت قاعد هون على الرمل بتشمس بالبحر مع انها سابه الايام هاي ممنوع وشايف واحد بالنقطه بيه ماله اللي بده بده الصوت بقول انقذوني انقذوني اللي بده اغرق فانت النخو اللي عندك شو بدك تساوي بدك تفز وطلعه ومشان تطلعه انت اي طريق بدك تسلك انتبه انت شو العام اللي عب دوره هون اذا الزلم ها بده يغرق وانت نايم هون انت بدك تاخذ ايش اي اشي بلعب دوره هون ونقطه دير باكه افكر فيها شوية انت الدور اللي المهم هون العامل هو الزمن لانو الزمن بده مشان الزمن هو اللي مهم بالحاله هاي مشان الزمن بده يكون ايش اقل ما يمكن يعني انت لما كنت نايم بهون لما كنت نايم بالنقطه ايه ماشي وبنتك تصل النقطه بيه النقطه ايه عندك رمل انت نايم عشاط البحر النقطه بيه من هاي بحر في نقطه فيها رمل ونقطه فيها بحر فانت بدك تقطع الطريق هاي بدك تيجي باي مصار بدك تسلك هل بدك تيجي بسطورة هاي وتمشي لهون او بدك تيجي بسطورة هاي وتيجي لهون او بدك اي طريق تختارها وهذا مش مفهوم فانت اللي بيفهم بالاشياء هاي شو بدي يختار بدي يختار الطريق اللي بدي ايش اقل فترة زمنية واللي هو ايش المصار الضوئي ابن الهيثم شو قال انو الضوء بيختار اي مصار المصار اللي بيقول له اقل فترة زمنية اللي بسميه ايش المصار الضوئي فاللي بعمل شوية حساب بمكانه يحسب للشاهي وبيطلع عنده بالاخر ايش انو قانون اللي قلنا عنه قانون سنيل اللي قلنا عنه قلنا انو سينو سيطة واحد عسينو سيطة اثنين يساوي ان اثنين عن واحد او بي واحد ابي اثنين الطالة كيف هي موجودة عنده هون هي مجرنها بالاعتماد على ايش مسألة ابن الهيثم او مبدأ ابن الهيثم المعروف اكثر عند اللي مجداد سيناء ابن الهيثم بيسموه ايش مبدأ فرمات وقلنا ابن الهيثم حكينا عنه قبل شوية فعننا ضاهة الاعكاس الكل اللي منسميه السراب احنا انتبهت مرة هيك بيام الصيف وانت ماشي على الشارع فاجع بعد نصف كيلو متل بشوف الشارع بالمع في مراه هناك يعني وبتعتقد ايش انه في ميه هناك والاشي الثاني المهم اكثر انه بالصحره كثير مرات بتماشي بالصحره خاصة من العاشين في الصحراء بدو الصحراء انه بيشوف ايش الرمل ماله بالمع فبيعتقد ماله بيعتقد انه في هناك ميه فبركض مشان يشطابه وبلا ما بيصال هناك بشوف فيش ميه بعد محل ثاني بيشوف فبظل دايما يعني الصراب اللي الصحراوي بمطي امكانيه الامل للي عايشه هناك انه يلاقي ميه فالصراب الصحراوي بحدوث نفس اللي حدث انه هنا دير بالك يعني خاصة بيام الصيف الشارع قلنا بلمع وين انت بلمع مش تعنيه على ميه لانه الدنيا حاميه لما الدنيا حاميه طبقت الهوى القريب من الشارع مالها تكون حاميه واذا كانت حاميه مع كثفته اقل واذا كثفته اقل معناته بصير ايش انه الدوء انتقل من وسط كثافته عالية لوسط كثافته اقل يعني مش هانتفهم للشاه هاي طبقة الهوى اللي بعيدة عن الرمل لفوق بتكون باردة طبقة الهوى القريبة من الرمل او من الشارع بتكون دافية حامية وعندها شو بصير بكون الدوء انتقل منين من هوى من طبقة هوى بارد كثافته عالية لهوى ماله دافع حساخن كثافته واطية وعنده بصير ايش للعكاس الكل وعنده اللي كان بالصحراء وشافي عنده جمل هنا بشوفوا صورتاته كان بتلمع بالامراه هنا في القطب الوضع يختلف انك بكنيس صراب قطبه انك الوضع بختلف انك القريب ثلج بكون بارد اكثر واللي تغير الصوره فمشان نشوف بالاشياء هاي ففينا عده امور اللي احنا نشوفها فتنشوف شو تعلمنا حاليا باللقاء الحالي اتعلمنا مفهوم انكسار الضوء اتعلمنا انتشار الضوء من وسط الاخر اتعلمنا انكسار الاشياء الضوئيه اتعلمنا معامل الانكسار الوسط وشو قلنا معامل انكسار رجاء نفهم الاشياء الانستوعبها هو النسب بين صورة الضوء في الفراغ الى صورة وين في الوسط وتعلمنا عن صورة الضوء وقلنا صورة الضوء اعلى ما يمكن هي وين بالفراغ وهي ثلاثمائة الكيلومتر بالثاني وبعدها تعلمنا عن الانعكاس الكل فاحنا بالصورة هاي انتهينا من هاي والسلام على اهل السلام والمحبة والسلام على من طلب العلا وبتأمل طلاب نبدي نطلب العلا فبالتوفيق اليكم اليكم ان شاء الله طاها وصالحا